تعالوا مع بعض نعمل الشربة الدرة الحلوة نحطها على النار ونخلص منها كده مع بعض توسع على النار مقاديرها على الشاشة درة حلوة بصل اغدر في لفلة حلوة شوية سويسوس شوية حليب جوز الهند المقادير بسيطة وسهلة ولكن القيمة الغذائية عالية جد معنا جنزبيل نبدأ في تقطيع الجنزبيل مع بعض مقادير شربة الدرة الحلوة الدرة بتتعمل شربة هنشوف نعملها مع بعض ازاي جنزبيل درة حلوة سويسوس والشربة دي طبعا في ايام الشيطة لطيفة وجميلة خاصة لتواجد الجنزبيل الحلو فيها مقاديرها على الشاشة شفناها مع بعض يا شباب خلاص يا معتز يلا حبيبي تعالوا مع بعض نبدأ نشتغل فيها ازاي هناخد الدرة الحلوة دي زي ما هي كده مع قطع من الجنزبيل حل معانا بصل اغدر ناخد بصل اغدر ده كده بالشكل ده كده اذا البصل اغدر تعطيها دي مطلوبة حلو وجود البصل اللي اغدر في كل انواع الشرب قيمة غزائية عالية جدا هناخد الخضرة دي الحلوة دي مع الدرة ده اخدتم كلهم مع بعض كده معالية زيت صغيرة انا بحب المطبخ الصين على فكرة سهل جنزبيل بصل اهو دي شرب اه طبعيا مش كل يوم بقى شرب الكريمة ومشروم الكريمة وشرب الشعرية والجو اللي احنا عارفينه اهو تغيير نقلب الله ايه الجمال ده ايه الحلوة اهو الدرة الحلوة بتاعتنا وجود الجنزبيل مهم جدا في طبق الشربة الله سياسوس طالما حطينا سياسوس ما نحطش ملح الله الماء المغلي خلصت الشربة ايه السهولة وايه البساطة دي اعمش الله دايما للشربة في المطبخ الصيني بتبقى شوية سبايسي استخدمنا هنا معالاية فيلفلة حلوة الله دي اه دي مش سبايس اول بس بتدي لون حلو اول الشربة بتدي لها ريحة حلوة اه نقلب كده شفت اللون ده كده هو ده ده اللون اللي انا بدور عليها حالو قليل من حليب جوز الهند في الشربة اهو شفت الشربة اخدت لون تاني خالص ازاي بص على اللون ده كده تفاصيلها بسيطة خالص ايه كل اللي انا هعمله دلوقتي بحب الشربة بفيها برضو ايه شوية سبايسي وانا واقف كده باخد ده كده ورفيع خالص كده بنفس الطريقة كده ونخط بش حاجات الحلويات دي كده في قلب الشربة الله خلصنا كمان من المطبخ والشربة اللطيفة في اللويتها حلوة اهيه طبعا انت لو انت في قبل بوفيه وشفت دي هتسأل دي شربة ايه ولكن طعمها لطيف وجميل فيها طعم الجنزبيل فيها طعم حليب جوز الهند الدورة الحلوة شفت طبعا الشربة ده لطيف وجميل ازاي تفاصيله اه والسويتان دي صور طبعا السكريات بتاعت حبيته الدورة الحلوة مع السبايسي بتاع الفلفل مع طعم الجنزبيل واحدة بناكلها كده التفاصيل دي بقى لما تدقيها هتعرفيها طبعا الشربة ده جاهز نبدأ نغرفه كمان ونخلص منه فين مكانه حابين لا دي مش مفقاش لحمة ولا فراخ احنا لازم الشربة يبقى فيها لحمة وفيها فراخ لا بالعكس الشربة كل ما كانت فيها كمية خضروات حلوة لطيفة وجميلة كل ما تبقى زي الفل على فكرة ممكن هنا للامانة نضيف برضو مكعب زبدة كده حلو في طبعا الشربة ده بيدي لها رونك بيديها طعم ممكن ده في التقديم زي ما بتشوف كده على البوفيه وكعبات من الزبدة راحت فين الزبدة ندور بقى ندور عليها مع بعض كده شربة لطيفة اه يلا بينا اللهم صلى على النبي شربة الدورة الحلوة لا عجبتني يا شيف والله عجبتني الشكل وحليب جوز الهند مع الدورة الحلوة والبصل اللي أقدر هنا سيد الموقف ألف هنا وشيف الشربة دي من الشرب اللي تعد في أيام الشتاء مهمة جدا خلنا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير عملنا طبقين في وقت قليل جدا طبق البيفت شينيز بتفاصيله عملنا شربة لطيفة وجميلة اللي أساسي فيها البصل لغدر مع الجنزبيل خلنا ناخد فاصل صغير ونرجع نعمل إزاي الفرايد رايز بالسبانخ بتاعتنا الجميلة من خير أرضنا معاها رز مسلوه معاها بيد المكون اللطيف السلاسي ده إذا كان رز كاربوهدرات ونشويات إذا سبانخ معادن وحديد إذا بيد كالسوم ومعادن أصبح إن الوجبة دي تناسب الصغير والكبير ولكن الفرق إن هي النهاردة من المطبخ الصيني بخفة دم مصرية أو أتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل